موسيقى قالت مصادر إعلامية خاصة أن حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد المكتومة حل بالعاصمة المغربية الرباطة وتضيف المصادر أن الأميرة الإماراتية تنقل إلى قصره ضواحي العاصمة الرباطة حيث ينتظر أن يستقل طائرته الخاصة غدا تلتاء نحو الجزائر لحضور القمة العربية بعدما اعتدر رئيس الدولة محمد بن زيد الانهيان عن الحضورة وكشف المصدر أن حاكم دبي سيغادر الجزائر فور انتهاء الجلسة الرسمية للعودة إلى الرباط مجددا وفي خبر آخر استنكر الاتحاد العام للثحافيين العربة الطريقة التي تعاملت بها الثلطات الجزائرية مع الوفد الإعلامي المغربية المكلف بتغطية القمة العربية المثمع قدوب الجزائر وأعلن الاتحاد العام العرب في بلاغ تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الثحافيين بالمغرب وإذانة للطريقة التي تم التعامل بها مع وفد ثحافي من دولة شقيقة للجزائر وهو ما أجبر الوفد على مغادرة الجزائر وعدم قيامهم بمهمتهم الثحافية في تغطيتهم للقمة العربية كما يؤكد الاتحاد العام للثحافيين العربة في ذات البلاغ على ضرورة احترام الثحافيين واعتمكينهم من القيام بعملهم بحرية بما يتفق مع كل القوانين والأعرف الدولية هذا وأدانت هيئات مهنية للصحافيين اليوم الاثنين التنكيل والثوء المعامل في حق الصحافيين مغرب أثناء تواجدهم بالجزائر لتغطية اشغال القمة العربية واشجبت هذه الهيئات منع الصحافيين من القيام بعملهم بحرية وتعرض عدد منهم للحجز والتحقيق بالإضافة إلى مصادرة معداتهم في خرق سافر للقوانين والأعرف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات وهكذا سجل المجلس الوطني للصحافة أن هذه الممارسات القمعية والترهيبية أصبحت ممنهجة من طرف السلطات الجزائرية تجاه الصحفيين المغربة حيث سبق لدولة الجزائر انطردت الصحفيين المغربة الذين توجهوا لتغطية فعالية الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران بحجة أنهم جواسيث ومخابرات وبعدما ندد بهذه الممارسات الممنهجة التي تتم عن صبق إصراره من طرف دولة الجزائر أكد المجلس على أنه بالإضافة إلى التعارض مع الالتزامات المفروض على هذه الدولة احترامها كعدو في الجامعة العربية تنظم قيمة 2022 فإنها تتنافى كذلك مع أبسط مبادئ حرية الصحافة والإعلامة المتعارف عليها دوليا ووجه المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى أحمد أبو الغيطة أمين عامل جامعة العربية للتنديد بما حصل للوفد المغربي في الجزائر ودعاه إلى التدخل العاجل لمطالبة سلطات هذا البلد السماح للوفد بتأدية وجبه المهنية من جانبها أدانة النقاب الوطني للصحافة المغربية ما تعرض له الصحفيون المغاربة بمطار هوارب مدينة من مضايقات واحتجاز ومصادرة المعدات والتحقيقات الأمنية المريبة وأشرت في بلاغ إلى أن هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية واعتبرت النقاب أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جذيرا بالثقة محملة إياها مسؤولية أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحفي أو صحفية من المغرب وأكدت النقاب الوطنية للصحافة المغربية أن هذا الثلوك تجاه الصحفيين المغاربة ليس غريبا على السلطات الأمنية قمعية مذكرة بما تعرض له الوفد الصحفية المغربية بمطار هوارب مدينة خلال شهر يونيو الماضي عاد الوفد المغربي الإعلامي الذي كان مفتردا أن يغطي أشغال القمة العربية بالجزائر عاد أدراجي إلى الوطن بعد سلسلة من المضايقات واللمبالات من قبل أزلام نظام العسكر الجزائرية وقال إعلامي قناة الأولى قيث محسن حكاية مع الجزائر عن أي جار نتكلمه وعن أي ثنظيم نتحدثه هل ما عجزت عنه الأمم المتحدة وعدد من الأصدقاء والأشقاء عبر الوساطة لحله يمكن أن تنجح الشعوب في فك خيوطه التهميش والإقصاء والثوء المعاملة لم يطل المسؤولين المغاربة فقط بل كذلك الوفد الإعلامي المغربي الذي كنت حاضرا من بينهما للمشاركة في أشغال الجامعة العربية تركنا في المطار لثاعات طوالة بعد سفر تطلب من التوجه لباريذ ثم بعدها الجزائر نظرا لقرار دولة العسكر قطع الحدود الجوية مع المغرب تعرضنا لكل أشكال اللامبالات والتحقيقات الغير الرسمية من أجهزة ادعت أنها تريد المساعدة لحل مشكلة الولوج إلى بلدنا لا تؤمن بحسن الجوار لكن دون جدوى استغرقنا الأمر أكثر من ثت ثاعات داخل المطار ليأتي بعدها الفرج الملغوم مفاد إمكانية ولوجنا الأراضي الجزائرية كأفراد ليس كثحفيين أي بمعنى آخر جردنا من كل آليات اشتغالنا من معدات وتشهيذات ودائما لأسباب وهي اعتدنا أن تختلقها الجزائر في ملف وحدتنا الترابية فما بالك في هكذا قمة فشلت قبل انطلاقها بعد ذلك توصلنا بخبر مفاد أن الإعلام المغربية لا مكان له بالقمة وبالتالي ليس لنا الحق في الاعتمادات هنا تساءلنا مرة أخرى عن ثبب تواجدنا فوق أرضنا تكره المغرب وأبنائه أكيد فتفوقنا واضحة من الوهلة الأولى بني تحتية وعقلية وديبلوماثية هشة وتحتاج الكثير من التأهيل وفكر يطغى عليه الحقد إذاء التطور الكبير الذي تعيشه المملكة الحمد لله على بلدنا وملكنا فحتى التجول بالجزائر محكوم بتوقيت محدد بالنسبة للمواطنين كما الأجانب طرق تقفل ومحلات تغلق فعلا دولة عسكر لا زالت تشتغل بمبدأ حضر التجوال فبعد ليلة لم تخلوا من مراقبة الأجهزة الاستخباراتية عن بعد عدنا أدراجنا ولله الحمد لبلدنا الحبيب بلد الأمن والأمانة والازدهار والتقدم فعلا كانت قمة في الاحتقار والتخابر والتواطئ ليست قمة لحل مشاكل الأمة العربية هكذا عودتنا الجزائر ولذلت الصفعات تتوالى على نظام العسكر حيث أعلن ملك الأردن والسلطنة عمانة عن قرارهم الغياب عن القمة العربية بالجزائر حيث قرر ملك الأردن عبدالله الثاني الغياب عن القمة العربية التي ستنطلق في الجزائر يوم التلتاء القادمة وأكدت وكالة الأنباء الأردنية خبر تكليف الملك الأردنية لولي عهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ليترأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية بدورته العادية الحادية والثلاثين التي تبدأ أعمالها في القمة بعد غارن التلتاء في فياق متصل قرر السلطان السلطنة عمانة هيثم بن طارق الغياب هو الآخر عن القمة العربية بالجزائر حيث كلف أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولية بأن يترأس وفد سلطنة عمانة المشارك في أعمال القمة العربية العادية في دورة الحادية والثلاثين والمثمع قدوى في العاصمة الجزائر يومي الواحد والثاني نوفمبر المقبلة يأتي ذلك بعدما تأكد بشكل رسمي غياب الملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود عن القمة العربية التي ستعقد بالجزائر بداية من الشهر المقبلة كما تأكد بشكل رسمي اليوم غياب ولي عهد الأميرة محمد بن ثلمان عن القمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة